لم ينضي عام 2018 قبل أن يسجل في طياته تزايدا لأعداد المعتقلين في الصين ولم تقتصر تلك الاعتقالات على ناشطين كما جرت العادة في الدولة الاسيوية بل امتدت لتشمل دبلوماسيا كنديا وأجانب ومسؤولين وصحفيين وطلابا ماركسيين ليس من المستغرب أن يختفي أشخاص في الصين تحدثوا ربما عن شيء لم يرضي الحكومة الصينية إلا أن نطاق الاختفاء والاعتقال لمواطنين وأجانب تزايد منذ تولي الرئيس شي جين بينغ مقاليد الحكم عام 2013 اللافت أن قائمة المعتقلين في عام 2018 لم تتوقف على الناشطين فقط بل طالت مسؤولين كبار وأجانب وحتى نجوما سينمائيين ليشهد العام الموشك على الانتهاء تزايدا ملحوظا في أعداد المعتقلين من أبرز الذين اعتقلتهم السلطات الصينية الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريج وكندي آخر يدعى مايكل سبافور بعد أن وجهت إليهما تهمة تعريض أمن الدولة للخطر ووفق وكالة أسوشييتد برس فإن السلطات الصينية على ما يبدو اعتقلت الكنديين على خلفية قضية مديرة الشؤون المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي التي اعتقلتها السلطات الكندية بناء على طلب من أمريكا وتربط الوكالة بين تلك الحادثة وأخرى مماثلة حدثت عام 2014 عندما اعتقلت الصين زوجين كنديين لأسباب تتعلق بالأمن القومي بعد فترة وجيزة من اعتقال كندا صينيا بتهمة التجسس لم تشفع لنجمة الفن والمصممة العالمية فان بينغ شهرتها من التهم الموجهة إليها لتختفي مدة أربعة أشهر قبل أن تظهر مقدمة اعتذارها للشعب الصيني بعد أن وجهت إليها تهمة التهرب الضريبي وعلقت وكالة الأنباء الصينية شينخوا على اعتقال بينغ معتبرة أن الجميع متساون أمام القانون اختفى رئيس الانتربول مينغ هونغوي لأسباب عدة قبل أن تعلن السلطات الصينية أنه يجري التحقيق معه بسبب تلقه روشان وجرائم أخرى واللافت أنه عندما تم تعيين هونغوي في منصبه أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من أن الصين تستخدم المنظمة الدولية لكبح معارضها السياسيين حول العالم قبل أن تزج السلطات بهونغوي نفسه في السجن أضاف الحزب الحاكم في الصين هدفا جديدا لقائمة المستهدفين بالاعتقال مضيفا الطلاب من ذوي التوجهات الماركسية وتورد وكالة أسوشييتد برس مثالا على استهداف أولئك الطلبة والذين كان منهم يويشين ذات العشرين عاما من جامعة بكين والتي تم اعتقالها مع طلبة آخرين بعد رفعها إشارة الماركسيين ومطالبتها السلطات بنشر تحقيق حول عملية اغتصاب دفع لغوانغ وهو مصور صحفي ثمنا باهظا لتناوله مواضيع عادة ما يتجنبها زملائه من الصحفيين الصينيين نظرا لحساسيتها في شهر نوفمبر الماضي اعتقل لغوانغ بعد أن كان يحاول الحصول على صور تظهر معاناة أقلية الإيغور في إقليم شنجيانغ وتم إبلغ أسرته بعد شهر من توقفه بعملية الاعتقال